الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني على دورية لقوات البيشمرقة في دهوك ولد موجة من الإدانات الرسمية في بغداد وأربيل وأعاد الحديث عن عدم شرعية وجود عناصر هذا الحزب على الأراضي العراقية لا سيما وأنها منظمة مسلحة وتستخدم العنفة لتحقيق أهدافها وجود خلاف القانون الداخلي خلاف مبدأ السيادة خلاف القانون الدولي خلاف ميثاقهم يجب طرده والتعاون مع عقليم كردستان وعمل تركيا في القضاء عليه وإبعاده على الأراضي العراقية ويرى مراقبون أن اتخاذ حزب العمال الكردستاني لمناطق في كردستان العراق مقار لعناصره المسلحة انتهاك صارخ لسيادة العراق كما أوقف تنفيذ الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن سنجار وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات جدية من قبل الحكومة العراقية لوقف هذه الانتهاكات حزب العمال الكردستاني صنف دوليا منظمة إرهابية ويجب على حكومة مصطفى الكاظمي أن تتحرك من جيش من شرطة من مكافعة إرهاب من حشد شعبي لردع هذه الجماعات وإخراجها من منطقة سنجار لأن هذه الجماعات تهدد السلم المجتمعي وتهدد الوضع الاقتصادي وتهدد الوضع السياسي وتهدد بالدرجة الأولى هيبة الدولة قلت أن الحلوة لازم تكون مشتركة أولا تركيا طرف مهم بالموضوع بهذا الصراع وحكومة قليم كردستان أيضا طرف مهم في هذا الموضوع وأيضا التحالف الدولي طرف في هذا الموضوع إذا تم إعادة تشكيل لجنة مشتركة ما بين هذه الأطراف الثلاثة والأربعة أنا أعتقد سنصل إلى حلول لمعالجة هذا الأمر وبالتالي القضاء على وجود حزب العمال الكردستاني في مدن شمال العراق ويتسبب وجود عناصر البككة في أراضي العراق الشمالية بضرر بالغ على سكان القرى الحدودية بسبب عمليته العسكرية المستمرة ضد الجيش التركي الذي عادة ما يرد بغارات جوية توقع خسائر بشرية ومادية وهذا ما يحتم تحركا حكوميا لردع هذه الاعتداءات المتكررة من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية